من سفارة بلادهم إلى سجون الآخرين يقاد طلاب اليمن المبتعثون جوعا ومرضى وبائسين بعد أن تحنطت صراخاتهم على حائط المنشدات هنا في موسكو خرج الطلاب للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة وإنقاذهم بمصارف المعيشة والدراسة في سفارة بلادهم تحديدا لم يدر في خاطر بعضهم أنهم لن يقضوا ساعاتهم القادمة أمام هذه البوابة أو داخلها كما جرت العادة بل سيقضيها هناك داخل السجون الروسية أما التهمة والتي استحق عليها السجن فهي رفع صوته للمطالبة بمستحقاته الدراسية في زمن أصبح بها مجرد المطالبة بالحقوق جريمة تستحق العقوبة أو هذا من وجهة نظر سفير اليمن في روسيا أحمد الوحيشي على الأقل ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يقوم بها الوحيشي بإحضار شرطة مكافحة الشغب للطلاب المتظاهرين أمام السفارة ومن ثم اعتقادهم بحجة تشكيلهم خطرا على حياته فقد سبق له القيام بذات الشيء في تظاهرات سابقة بل وأيضا قبل أيام قليلة منع إدخال الطعام والشراب لثلاث طالبات قررنا الاعتصام داخل السفارة بعد نفادي الخيارات المتاحة أمامهن لأخذ مستحقاتهن ليقمنا بعمل اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام وتعليقه لاحقا بسبب وعود من الحكومة بالاستجابة لكافة مطالبهن انتقل الوحيشي إذن كليا من صف الطلاب المبتعثين والذي يجب عليه القيام بواجبه بخدمتهم في المهجر بل ومتابعة مستحقاتهم المالية إلى شخص يقف في الجهة المقابلة ويخرس حتى أفواهم المطالبة بقيمة الخبز والدراسة ولا شيء أكثر أما من خرجوا إلى الشوارع المقابلة للسفارات يبحثون عن الحقوق فلن يعودوا دونها مهما دفعوا من ثمن يقولوا الطلاب هنا